تأجيل الاستثمار في أحد أكبر حقول النفط، 500 مليون برميل في مهب الريح، يواجه أحد أكبر حقول النفط في شمال النرويجي وعلى المستوى العالمي، صيراً مجهولاً، بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وزيادة التكلفة في صناعة التوريدي. إذ قررت شركة إكويمور النرويجية وشركاؤها في مشروع وستين تأجيل قرار الاستثمار، والذي كان من المقرر اتخاذه في ديسمبر، كانون الأول المقبل، 2022 حتى نهاية عام 2026. ولقى قرار شركة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة النرويجية، اترحيباً من نشطاء المناخ، الذين أعربوا عن أملهم في تأجيل تطوير الحقل إلى أجل غير مسمان. ويحتوي الحقل الواقع في بحر بارنتس على ما يقرب من 500 مليون برميل من النفط المكافئ، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وستسهم تنمية حقل وستين في تحقيق قيمة كبيرة للمجتمع، وتأثيرات إيجابية مضاعفة في الشمال النرويجي وعلى الصعيد الوطني، بحسب بيان لشركة النفط والغاز النرويجية على موقعها الإلكتروني. أكبر حقول النفط في شمال النرويجي، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور النرويجية غير تونغسفيك، في تقديرنا الاستثماري المحدث للمشروع، نرى زيادة في التكلفة المقدر، بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي ونمو التكلفة في صناعة التوريد على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف تونغسفيك، أستناداً إلى التقييم الشامل، نختار تأجيل قرار الاستثمار في الوقت الحالي. ويمثل التأجيل ضربة لآمال الحكومة النرويجية بتوفير المزيد من الوظائف في حقول النفط والغاز شمال البلاد، لكنه يريح النشطاء الذين حذروا من المخاطر التي تهدد طبيعة القطب الشمالي الهشتى. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الحالية للمشروع 104 مليارات كورونة نرويجية 9.9 مليار دولار، مقارنة بتكلفة سابقة تتراوح بين 6 و 5 و 7 مليار كورونة نرويجية 5.7 و 7.2 مليار دولار أمريكي. ويقع حقل ويستينغ أحد أكبر حقول النفط بمنطقة هوب في بحر بارينتس على بعد 310 كيلومترات شمال هامرفيست، إذ يتراوح عنق المياه بين 390 و 418 مم. وتواجه سوق الإمدادات النرويجية والدولية تحديات عديدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي والتحديات في أسواق الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الجاري 2012. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النرويجية غير تونغسفي تأجيل قرار الاستثمار لضمان تحقيق التنمية الصحيحة أقتصادياً وتنفيذ المشروع بقوة هو القرار الصحيح. وتابع عندما ينحصر الضغط في سوق التوريد سيكون من الممكن تنفيذ مشروع ويستينغ بطريقة جيدة ومجزية. حقل يوهان كاستيبيرغ قال نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في إكوينور النرويجية كيغي تيل هوف توجد إكوينور في شمال النرويج وفي بحر بارينتس لأكثر من أربعون عاماً لدينا خطط توسعية كبيرة مع بدء تشغيل حقل يوهان كاستيبيرغ في عام 2024 وسنواصل الاستكشاف وتطوير حقول بحر بارينتس. وتمتلك إكوينور حصة 5% في ترخيص يوهان كاستيبيرغ في حين تمتلك فار انرجي حصة 30% وبيتور الحصة المتبقية 20%. وأضاف كيغي تيل هوف لقد نجحنا سابقاً في تحسين المشروعات التي تواجه تعقيدات في التكلفة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي سنفعل الشيء نفسه مع مشروع ويستينغ. وتمتلك شركة إكوينور 35% من أسهم ويستينغ بينما تمتلك شركة أكربي بي 35% وبيتورو 20% وإنبيكس 10% ويعد حقل ويستينغ رابع حقل هيدرو كربوني من حيث الانتاج في القطب الشمالي النرويجي وتمتلك الدولة الواقعة في شمال أوروبا حقلين للغاز وحقل نفط واحداً في منطقة القطب الشمالي بحسب رويترز. وفي يوليو تموزة 2022 نجحت إكوينور النرويجية في تحقيق اكتشاف نفطي جديد بالقرب من حقل يوهان كاستيبير قبالة سواحل النرويجي وهو اكتشاف بحري ثانوي بعد أسابيع قليلة من اكتشاف آخر في المنطقة. وقالت الشركة إن حجم الاكتشاف يتراوح بدئياً بين 5 ملايين و10 ملايين برميل نفط مكافئ قابل للاستخراج. اشتركوا في القناة